السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع في الدرس الثاني والثلاثين من سلسل دراس تعلم أفوال برمجة صفحات الانترنت باستخدام لغة ASB.NET MVC والذي سوف نتناول فيه موضوع Customization لصفحة الكريات وزي ما حكينا في الدرس السابق أنه سنعمل على عدة شغلات على صفحة الكريات حتى يطلع بالشكل المناسب فمن ضمن أول شغلي راح ينسلمها أنه أنا بدي أضيف Confirm email وفي عندي Confirm password وزي ما حكينا أنه هاي اللغايات اللي هي اللوغن فحتى نضيف اللي هي صفحة الكريات أنا في عندي طريقتين الطريقة الأولى احنا بنسكر اللي هي الصفحة ونروح على اللي هو المشروع تانا المشروع تانا زي ما انتم شايفين إخوان اللي هو الكمبني هو بيأرض لك كل محتويات الكمبني اللي موجودة في تابل كومبني فهلا رايحين نشوف هاي التابل وأنا هاي عندي كومبني في عندي مجموعة من الحقول وهاي الحقول كلها تم إضافتها على صفحة الكريات فحتى أضيف اللي هو Confirm email و Confirm password في عندي أحد الطريقتين الطريقة الأولى إما إني أضيفهم على تابل الكومبني وهاي طبعا الطريقة يعني غير منطقية والطريقة الثانية إني أستخدم الـ Customized Class أو الميتا داتا اللي تم إنشاؤه سابقا في صفحة الاندكس وهو هاي الـ Controller موجود بالموديل ومن ضمن الموديل في عندي Customized للكومبني وزي ما حكينا الـ Customized للكومبني مكون عندي من 2 Classes الـ Partial Class اللي مربوط بالموديل كومبني وفي عندي الميتا داتا Class اللي هو الـ Class الثاني وحكينا أنه الفرق اللي بناتهم أنه الـ Class الأولاني هو لغايات إضافة بروبرتي جديدة الـ Class الثاني هو لغايات التعديل على الـ Properties اللي موجودة بالموديل اللي هو كومبني ففعليا حتى أضيف الـ Confirm Email أو الـ Confirm Password أنا ما رح أشتغل على الـ CommunityMetaData أنا رح أشتغل على الـ Partial Class المربوط بالـ Class Community وزي ما حكينا في الدروس السابقة هاي تستخدم أو الـ Partial Class يستخدم لإضافة بروبرتز جديدة غير موجودة بالـ Database فإذا حابب أضيفها أنا أضيفها في هاي الجزئية ومن ضمن الـ Properties اللي أنا رح أضيفها اللي هي الـ Confirm Password وفيه يعني Confirm Email فحتى أضيف هاي الـ Properties مباشرة منتبع هاي الخطوة الخطوة الأولى أنا بكتب كلمة برب أول ثلاث أحرف من Properties وبكبس Tab مرتين مرة أولى مرة ثانية فراح يطلع عندي باي ديفولت ابروبرتز ومن عدل عليها فعلى سبيل المثال أنا في عندي عفواً Conf Email هاي أول ابروبرتي والابروبرتي الثانية بنفس الطريقة ابروب بداية ونهاي عفواً Tab و Tab فراح يطلع عندي الابروبرتي الثانية وهي خاصة بالـ Conf اللي هو Pass الـ Confirm Email By Default الـ Type بتاعته اللي هي String وبنفس الطريقة الـ Password الـ Type بتاعته هي عبارة عن اللي هو String هاي عملية الإضافة فتم إضافة Tool Properties لكنها غير موجودة بالداتابيس تستخدم لغايات معينة على سبيل المثال اللي هي Confirm فحتى أضيفها على صفحة الـ Create بنروح على صفحة الـ Create وباجي بطلع على الكود اللي موجود أمامنا فزي ما انتو شايفين انه كل كولوم موجود بي اللي هو صفحة الـ Create هو تحت Class أو Dev يسمى Dev Class Form Group ويتكون من ثلاث أقسام رئيسية داخل الـ Form Group اللي هو الـ Label هو جاي من الموديل وراح ينحكي عنه بالـ HTML في عندي الـ Control الـ Editor وفي عندي الـ Validation فأنا إذا بدي أضيف مباشرة طبعا إحنا في السيف في البداية باجي بطلع على الإيميل هاي عندي الإيميل Form Group خاصة بي اللي هو الإيميل بعمل منها Copy وبروح وبروح اللي هي أسفل الـ Class ما عمله Paste فصار أنا عندي هنا إيميل وهنا إيميل فالموديل باجي بحكي له model. وبختار أمر الـ Conv إيميل بلسخة كوبي وبروح على الـ Control هو عبارة عن control خاصة ميش من للإيميل هو للـ Conv إيميل والـ Validation هي عبارة عن الـ Conv إيميل فحتى نتأكد إنه تمت الإضافة مباشرةً بنروح على اللي هو صفحة إلي كريات عفواً وبنعملها اللي هو Run بهذا الشكل حتى نتأكد إنه الـ Conv إيميل تم إضافته بصفحة إلي كريات وبنستنع عليه شوي هذه عبارة عن Conv إيميل تم إضافته على صفحة إلي كريات وبنفس الطريقة بنروح على اللي هو الـ Password اللي هي الـ Password بننسخ الـ Dev Form Group كوبي بتاع الـ Password ومننزل تحت في الأسفل وبدل ما نحكي له Password بنحكي له هو Conv Password على مستوى الـ Label هاي واحد وعلى مستوى الـ Control هاي اثنين وعلى مستوى الـ Validation اللي هي هاي رقم اللي هو ثلاث وحتى نتأكد مرود نعمل Run مرة ثانية حتى نتأكد من الإضافة هاي صار عندي إيميل والـ Confirm إيميل وفي عندي Password وفي عندي Confirm Password بتبقى عندي ملاحظة واحدة اللي هو الـ Label تاع الـ Confirm إيميل فبدي أسميه بدل Conv إيميل ده أسميه Confirm إيميل وبدل الـ Conf Password ده أسميه Confirm Password فبنفس الطريقة اللي تم تغيير فيها الكولوم الخاصة بالأعمدة بنفس الطريقة منروح على الـ Customize Class اللي هو الـ Customize Company وتحديداً عند مكان إضافة الـ To Attribute ومنتعامل معها زي ما كنا نتعامل مع الحقول الخاصة بعمود أو الـ Table اللي هو الـ Company فالـ Confirm إيميل بنحكيله من الميتاداتر بنستخدم الـ Display لغاية تغيير الهدار فمنحكيله الـ Name equal ومنحكيله وبنفس الطريقة الـ Password الـ Attribute اللي هو الـ Confirm Password بنروح بنعمل change header column بنحكيله display الـ Name equal sorry الـ Name equal confirm password ومنعمل حتى نتأكد منروح بنعمل مرة ثانية على صفحة create run ومنتأكد انه تم تغيير اللي هو الـ Header Name هاي الـ Email وهاي الـ Confirm Email وهاي الـ Password وهاي الـ Confirm Password وهاي اول خطوة تم عمل customization لصفحة create باضافة new attribute زي ما انتو شايفين بهذا الشكل بالخلاصة اللي بدنا نحكي بهذا الدرس انه اي attribute غير موجود بـ Tables وبدى اضيفه على الصفحة مباشرة منروح على اللي هو المودل وعلى الـ Customize Company او الـ Metadata Class فأي attribute بدك اضيفه غير موجود بالـ Company Model مباشرة يتم اضافته من خلال Partial Class فزي ما شفنا هاي الـ Confirm Email هو غير موجود بـ Table الـ Company وله موجود بالـ Model اللي هو Company فحتى اضيفه منروح منضيفه على Partial Class نفس الفكرة اللي هو الـ Confirm Password هو لا موجود لا بالـ Table ولا هو موجود بالـ Model Company فيتم اضافته داخل Partial Class واللي حكينا عنه في الدروس السابقة انه الـ Partial Class يستخدم لإضافة New Properties غير موجودة بالـ Model Company زي اللي هو الـ Confirm Email وـ Confirm Password اما اذا كان الـ Attribute موجود في الـ Model Company او في Table فيتم اضافته من خلال الـ Class الثاني اللي سمينا احنا Company Meta Data واللي حكينا الغاية منه هو تعديل على اشي Already او على مدل عفر على Property Already exist اما في حالة الاضافة فيتم اضافته على الـ Property ويعامل نفس معاملة الـ Attribute او الـ Property اللي موجودة بالـ Company Meta Data من خلال اضافة اللي هي الـ Attribute اللي هو الـ Disability وغير ذلك بتمنى يكون كل شيء واضح شكرا لحسي اجتماعكو ويعطيكو الف عافية السلام عليكم